أجلت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار عبد الرحمن الدارمي النظر في قضية خلية العبدالي والمتهم بها 26 شخصا إلى جرسة الثامن عشر من مايو الجاري لاستكمال المرافعة واستمعت المحكمة إلى مرافعة قدمها فريق الدفاع عن المتهمين في تلك القضية وكانت هيئة المحكمة استكملت في جرستها السرية المنعقدة في 21 ابريل الماضي استجواب بقية المتهمين في القضية واستجوبت في جلسة 20 ابريل عددا من المتهمين في جلسة سرية